يمكن الكلام اللي حكيته فيه بين أسطره رسائل كتير مهمة عجبتنا جملة بأنه هي ليست لعبة كرة قدم بمعناها الظاهر زي ما إحنا عارفين لكن إلها رسالة كمان كتير مهمة بأنه إحنا كلنا متوحدين كعرب حتى يعود العراق في إعادة إعماره ونرجع للحضن العربي من جديد والعراق الكل بيعرف يعني ما بينسى كل الدول العربي يفضل العراق وقوة العراق وموقف العراق في كل القضايا القومية العربية فأنا بدي أشكرك على هاي الجملة وحضارة العراق وحضارة العراق الآن أكيد كل المنتخبات متميزة بس إيش أكتر منتخب لاحظت بأنه فعلا كان متميز بآداؤه بتواجده يعني نحكي في هذا الموضوع طيب وإحنا دلوقتي قدامنا منتخبين منتخب العرائي ومنتخب عمان أنا بيعجبني أوي أداء منتخب عمان بيلعب بطريقة متوازنة بيلعب بتلاتة في نصف الملعب عندهم مدير فني عارف يقسم المباراة إمتى يهاجم إمتى يضغط من فوق إمتى يعمل الضغط منخفض إمتى يزيد في الضغط بتاعه ففرقة العمان فرقة ممتازة من أفضل الفرق اللي أنا شايفها في البطولة وده نتاج سنين سابقة في التخطيط والتحضير للكرة العمانية فأنا شايف أن المنتخب العماني من أفضل الفرق الموجودة في البطولة حاليا طيب ده خليني أسأل حضرتك سؤال يعني أنا عجبني الجملة بتاعت حضرتك إحنا مش في كاس خليجي 25 إحنا شعوب عربية مشتاقة إنها تتجمع في لعبة رياضية وكانت كرة القدر يمكن كمان كنا محظوظين كشعوب عربية بأنه كاس العالم كان عنده مسحة عربية في قطر وشفنا أيضا منتخبات عربية كانت مشرفة يعني الحقيقة عملوا شغل كبير السعودية طبعا المغرب تونس يعني شفنا الحقيقة تشريف للمنتخبات العربية حضرتك قلت إنه في كاس خليجي 25 شفت إنه عمان كمان كانت مختلفة مين كمان من الفرق أو اللعيبة بقى كانوا مختلفين في البطولة دي طيب خليني أكمل بس كلام حضرتك الفرق اللي بديتنا مستويات كويسة من الدول العربية زي مغرب زي تونس زي سعودية في البداية الكلام ده ما بيجيش نتاج صدفة أو حماس الكلام ده بيجي نتاج شغل تنظيم تخطيط هدف عايزين يروحوله فبنشتغلوا عليه أي حد عايز ينجح لازم يبقى عنده نظام والتزام وخطة فأنا شايف المغرب اللي عملوا ده مش صدفة ومش ضربة حظ زي ما فيه دول أوروبية بتقول لا ده نظام محطوط ومتخطط له وفيه فترة من الفترات زمان تقريبا من 15 سنة لغوا الكرة في المشاركات الخارجية في المغرب الملك نفسه لغى عمل قرار بإلغاء المشاركات الخارجية ليه ليه كان ساعتها المنتخب والكرة المغربية كانت نازلة فحبوا يقفلوا على نفسهم ويعملوا من أول وجديد ويشتغلوا وكان ده الناتج المبهر المشرف لكل عربي أفريقي عربي خليجي لأن المغرب في أفريقيا وهي من العرب فهو فخر أفريقيا وأفخر طيب أنا شايف أن في لعيبة في منتخب أمان ممتازين واحد بيلعب جناح أيمن اسمه جميل لحميدي ده يعني في شغل القرى هو بيعمل كل حاجة في مركزه بيعرف يربط ما بينه وما بين الدفاع يربط ما بينه وما بين الهجوم إمتى بيقطع له جوه إمتى بيخش وهو اللي جاب الجون بتاعه اللي طالحهم للمتش بتاعه ضد العربي فأنا شايف أن ده حاجة كويسة جدا جميل لحميدي شايف كمان في العرق فيه اتنين لعيبة كويسين جدا أيمان حسين وفيه كمان إبراهيم بايش إبراهيم بايش درغام وفيه درغام هنقعد بقى معنا معنا العرق كلها هنا معنا العرق كلها أنا شايف كمان إبراهيم بايش من أفضل اللعبة لأنه بيلعب في مكانين وتلاتة كناح تحت الفرود بيروح بيشتغل بيصود عنده رئة مش موجودة عند أي حد عنده غيرة رهيبة إبراهيم بايش أنا من أكتر الناس المعجبين دي كمان أيمن عنده هيدر زهايل جوه الصندوق هو أي قرى ليه جون حتى في الدوري كمان هناك هو معروف قناس أيمن فأنا شايف التلاتة دول حاجة مميزة ترجمة نانسي قنقر